أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية أليكسندر ليفين تريف أن موسكو لديها معلومات تفيد بأن موظفي الاستخبارات الأوكرانية يعملون في محافظة إدلب السورية ويزودون عن ناصر متطرفة بالسلاح ويدربونهم على تصنيع المسيرات واستخدامها أيضا مشيرا إلى أنه أمر خطير جدا حيث يمكن استخدامها ضد السكان المدنيين ولتنفيذ أغراض استفزازية